اشتركوا في القناة المجال الفكري والاعلامي والمالي والعسكري هذه الاربع مجالات وضعوها على رأس الاولوية حددها وزراء دفاع تحالف الاسلامي لمكافحة الارهاب لماذا تأتي هذه الاربع مجالات تحديدا في المقدمة هو طبعا حضرتك في البداية بنقول ان مكافحة الارهاب لابد ان تكون له منظومة شاملة لان العمليات العسكرية والامنية بتقضي على الارهابيين لكن من يقضي على الارهاب هو محاربة الفكر بالاضافة للتنمية فلما يكون هناك تبادل معلوماتي بين الـ 41 دولة اسلامية اللي كان يوم الاحد الماضي كان هناك اول اجتماع بعد سنتين من انشاء هذا التحالف الاسلامي في الرياض وده بيقول انه لابد ان يكون هناك تبادل معلوماتي بين الدول الصديقة والشقيقة في هذه التحالف بالاضافة الى ان الارهاب ده لا وطن له ولا مكان ولا زمان وبيطول الجميع وكانت كلمة ولي العهد وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان كان بيقول ان احنا بندعم مصر بكل قوة وبكل الامكانات لان وكانت كلمة مصر في هذا المؤتمر قوية جدا بتقول ان الارهاب يعني او اي عمليات ارهابية لانه يعني لسوء الحظ انه كان يأتي بعد حادث مسجد الروضة منطقة بير العبد الذي كان يوم الجمعة الماضية بيقول ان جميع العمليات الارهابية او اي عملية ارهابية لن تزيدنا الا اصرارا على دحر كل الجماعات الارهابية ايضا كان من ضمن التنسيق المعلوماتي انه يتم رسم خريطة ايه الخريطة اللي بتترسم دي يا سيد سيدان خريطة لاماكن تجمع الجماعات الارهابية ومن الدول التي تقف وراءها ودعمها بالاموال والسلاح حتى يمكن استهدافها بالضربات الاستباقية وعلشان كده الخريطة دي بترسم في كل دولة من دول التحالف بالاضافة لان احنا الحمد لله في مصر هناك خريطة للجماعات الارهابية باقامة كل عناصر الاستخبارات وعناصر جمع المعلومات وجيس الامن برسم هذه الخريطة واستهداف تلك العناصر من خلال ضربات استباقية بتقوم بالقوات المسلحة والشرطة المدنية ايضا النزاعات المسلحة بالمنطقة دي هي التي تكون بيئة وحاضنة وبيئة مناسبة للتوتر والارهاب احنا شايفين في العراق شايفين في السوريا شايفين في اليابن شايفين في ليبيا كل ذلك بيكون هناك بيئة صالحة لنمو الارهاب وخاصة ان الارهاب بيولد الارهاب يولد الارهاب وخاصة بعد ظاهرة مطروض جنة الارهاب او ظاهرة العائدون من مناطق العراق وسوريا بعد ان تم هزيمة هذا التنظيم الارهابي اللي هو تنظيم داعش وبدأ الارهاب العاب للحدود ويزب الى ليبيا ويزب الى جنوب الفلبين لكن الذي يعنينا هو الجماعات الارهابية التي تذهب من ليبيا حتى لا تستهدف العمق الاستراتيجي لمصر مع الجانب الليبي لان حدودنا مع ليبيا بتصل الى 1115 كيلومتر ويوجد فوضى من هذه الجماعات الارهابية والتي تصل الى 1700 جماع ارهابية وموليشيا مسلحة رقم فضيع رقم مهول لان الجيش الوطني ليس مسيطر على كل تراب الوطن الجيش الوطني الليبي وهذا بيدل على ان القوات المسلحة ان هذا الاتجاه بيمثل تهديد وتحدي كبير وخاصة في اطار انه خلال سنتين ونصف فقط استطاعت القوات الجوية المصرية ان تدمر كان بقى حضرتك 1200 عرب بالدفع رباعي مش جاية كده بخيرات لا ده هي محملة بالاسلحة والذخائر والمتفجرات بل ايضا المواد المخدرة لانهم يريدون ان يجعلوا الشباب في بقرة اهتمامهم بتغييب الوعد لان الشباب اللي كان هو ذخيرة حرب اكتوبر 73 هما الان الذين يتمون مقطورة التنمية للبناء والتعمير اللي احنا شايفين مصر استاذ سوزان الان بتحارب الارهاب ومعركة للتنمية من خلال شعار يد تبني ويد تحمل السلاح سيادة مواجهة التطرف والارهاب بجميع مفاهيمه وتصوراته المغلوطة وافكاره كشف حقيقته ويعني فضحة اوهامه ومزعمه الفكرية واسليبه في الزيف والخداع في توظيف بعض النصوص والاحداث لاعماله الارهابية رافض مهم جدا من الرافض الذي تحدث عنه وزراء الدفاع لمكافحة الارهاب كيف لهم القيام بذلك واي قطاعات ربما يحتاجون للتعاون معها من اجل فتح هذه المفاهيم والتصورات المغلوطة للارهابيين هو اساسا التمويل هو الاساس الذي تقوم عليه هذه الجماعات الارهابية بدون تمويل هتبصي ان الارهابي ده مش هيبقى له الهدف اللي هو بيقوم بتنفيذ هذه العمليات حتى الانتحارية التي يقوموا به وعلشان كده عندما يتم تكفيف منابع التمويل ده مهم جدا من خلال المجتمع الدولي ومن خلال مراقبة الحدود والمنافذ التي كانت في توقيتات معينة ان كانت الحقائب الدميلوماثية واحيانا هذه الاموال تأتي في حقائب ويكفي ان انا اضرب مثل على ذلك انه في يوم الاول من يوليو تموذ 2015 كانت هناك عملية ارهابية في الشيخ زوايد حيث قامت الجماعات الارهابية باستهداف 13 كمين في وقت واحد علشان يقدروا يبسطوا يدهم على ان شاء الله يكون مساحة صغيرة فقط من الشيخ زوايد ويرفعوا عليهم رياتهم السوداء ويقولوا ان دي امارة اسلامية ومصر لاقي دول الغرب وامريكا كانوا مجهزين 80 دولة وكلام ده في كتاب كلمة السر 360 لهيلاري كلينتون ان هما كانت دول دولها يعترفوا بهذه الامارة الاسلامية ولكن قوة الجيش المصري والجند المصري الذي عقدته النصر او الشهادة استطاعوا ان يتغلبوا على كل تلك الجماعات الارهابية واثناء حصر جثث هؤلاء الارهابيين والعربات الدفع رباعي التي احترقت لقوا داخلها حقائب مليئة بالدولارات المحروقة ده بيقول لنا ان هذا الارهابي ماشي ومعاه التمويل بتاعه لو لا التمويل مش هتبقى فيه العمليات الارهابية لو لا الغطاء السياسي والملاذ الامن اللي بتفتحه بعض الدول مش هتبقى فيه عمليات الارهابية علشان كده التحالف الاسلامي في مؤتمر الرياض يوم الاحد الماضي بيركز على المجتمع الدولي ان احنا كلنا هناك دول بطرع الارهاب احنا عاوزين ان هذه الدول تتوقف عن دعم الارهاب وعارفين ان على رأس هذه الدول هي دولة قطر التي انفقت 65 مليار دولار في فترة سابقة لتسليح الارهاب والارهابيين ازاي هذا السلاح اللي اشتريته ويمكن تكشي سلاحه سيادة اللي وقع على ذكر قطر والذراع التي تستخدمه قطر تحديدا وهو الذراع الاعلامي كيف يمكن استثمار الدور الرئيسي والحيوي لوسائل الاعلام كافة في مواجهة الغاية الاعلامية المتطرفة والتي تروج للارهاب والتطرف وما هو الدور الجديد الذي ينبغي ان يضاف للاعلام من اجل محاربة هذا الفكر طبعا احنا عندنا الاعلام في مصر وهناك بعض القنوات احيانا ما تلقى الى ان هي تأخذ معلوماتها من وسائل الاعلام الاجنبية وليس من المتحدث العسكري ولكن كان الحادث الاخير يوم الجمعة الماضي كان هناك التزام من جميع وسائل الاعلام داخل مصر وكانوا فعلا هي البيانات التي يقوم بها ومنتظرين البيانات اللي هو المتحدث العسكري الذي يقوم بإيضاح الاعلام له دور كبير في تشكيل الوجدان والوعي للدولة كلها وعلشان كده هو منبر مهم جدا وهو اداة الاداة اللي هي في حروب الجيل الرابع اللي بتعتمد على القدرات العقلية والقدرات النفسية والعمليات الاستخباراتية بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بيستخدموا الشائعات بيستخدموا غسيل المعلومات يعني حضرتك احنا عندنا فيه غسيل اموال فيه غسيل مخ اللي هو البرين ووشنج لكن غسيل المعلومة وغسيل الشائعة انه هو بيقول معلومة مغلوطة وعندما يتم يتناقلها الاعلام بصورة كبيرة بتصبح يعني بتظهر كأنها معلومة حقيقية وعلشان كده بنسميها غسيل المعلومات لا احنا مش عاوزين حدث في حادث الوحات في حادث الوحات وفي حادث الاول من يوليو 2015 كانوا أعداد كبيرة من الشهداء من قوتنا تم استشهادها معا أن الحقيقة غير ذلك ولابد ان احنا ننتظر حتى تنتهي الحرب لكن الاعلام له دور كبير يجب احنا برضو وباستخدام وسائل التوصل الاجتماعي أن نتوقف يا أستاذ الزان عن ترديد الشائعات وعن العمل اللي هو تشيير الشائعات التي تأتي لنا كل ذلك في هذه الحرب الحرب المعلومات حرب الفضاء حرب الجيل الرابع التي تعتمد على الحرب النفسية والحرب النفسية أقوى من الحرب التقليدية لأن الطلقة بتقتل فرض بينما الكلمة تقتل آلاف وعلشان كده بنلاقي أن محاربة الفكر دي مهمة جدا 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 لابد أن وسائل الإعلام كلها تلتزم بمنهجية الإعلام الوطني تعرف أن احنا دولة في حرب يقوم ويكون الإعلام هادف ويقدر يظهر الإيجابيات يظهر المشروعات التنموية لأن حضرتك مصر هي تحارب الإرهاب وفي نفس الوقت تقوم بمشروعات تنموية وإنجازات كبيرة لابد أن نصلت الضوء على تلك المشروعات على ذكر حضرتك للمعلومات وأهمية المعلومات المعلومات الحقيقة باتت خطيرة جدا وأداة مهمة جدا من خلالها نستطيع الوقاية من أخطار الإرهاب ربما المقبلة أو التي تخطط أو تحاكي الآن ما هي أهمية زيادة التنصيق والتعاون الفني والأمني ما بين دول التحالف في تبادل البيانات والمعلومات والخبرات أيضا السابقة في مجال مكافحة الإرهاب والله حضرتك لكلت نقطة مهمة جدا وكانت محور من المحاور التي ركز عليها وزراء دفاع التحالف الإسلامي ضد الإرهاب إن أول حاجة التنصيق الأمني بين تلك الدول مهم جدا لأن الإرهاب بيسمى إرهاب عابل للحدود الإرهاب مش قاعد في مكان واحد إحنا بنقول الإرهاب لا دين له ولا وطن ولا مكان ولا زمان معنى كلمة لا وطن يعني بيتواجد في كل مكان وبينتشر وخاصة بعد عودة هؤلاء المقاتلين الإرهابيين من مناطق الصراع والتواطر في كل من العراق وفي كل من سوريا وبيدوروا على مكان تبقى سيطرة الدولة فيه رخوة سيطرة الدولة ضعيفة بيلاءوا الكلام ده في ليبيا في هذه المساحة الشاسعة وهدفهم وهدفهم اللي هو ليس هدف مخفي هو هدف معلن هو التأثير على الأمن القوم المصري وعلشان كده منلاقي كم كبير من الأسلحة والمعدات والعربات لأن لو لا العربات الدفع رباعي لا يمكن تنفيذ أي عملية إرهابية لأن المناطق كلها صحراوية وعرة لا تصلح بصير أي سيارات أو أي عربات ألا ما تكون عربات دفع رباعي علشان كده لو توقف هذه العربات الدفع رباعي من الدول التي تنتجها وهي معروفة يعني معروفة رقم الشاسيب يعرف مصدر الدولة والدولة اللي اشتراتها منها وما احنا عارفين كل السيارات دي قطر هي من دفعت التكلفة بتاعتها أيضا في سينا أنا عاوز أقول برضو ودي برضو يعني كده نتناقشها مع بعض لابد أن لا توجد عرب الدفع رباعي تبقى موجودة في سينا ملاش لازمة خالص لأن هؤلاء الإرهابيين ممكن يسرقوها من أصحاب من أصحاب اللي هم موجودين لا يتم ترخيص حتى لو موجودة لا يتم ترخيصها وبالتالي بتستهدفها قواتنا المسلحة لو شفتها بتتحرك في أي مكان لأنه لا توجد ترخيص لتلك الأنواع من العربات الحاجة الثانية في عملية تبادل المعلومات الآن أصبح وإحنا بنكلم حرب الآن بدل الحرب التقليدية أصبحت تسمى حرب الفضاء والحرب السيبرانية وكلمة سيبرانية يعني بتتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ومع معلومات مراكز القيادة والسيطرة وممكن يدخل عليها يفسد هذه المعلومات أو يأخذ منها هاكر في بعض المعلومات علشان كده استخدام الأطمار الصناعية في استهداف هؤلاء الإرهابيين ويمكن مصر نجحت نجاح كبير في استهداف المجموعات الإرهابية في حادثة الواحاة كيلومتر 175 باستخدام معلومات الأطمار الصناعية وبالتنصيق مع دول يعني زاتة ثقل عسكري كبير وإدرت تعرف هم فين وتدمرهم وتقتلهم كلهم وتأسر وتقبض على إرهابي وتحرر النقيم محمد العيس هذه العملية قال عليها قائد القيادة المركزية عفوا الأمريكية بأنها عملية مدهشة رائعة وقال عليها وزير الدفاع الروسي بأنها يجب أن تدرس في كل الدول لأنه ما فيش عملية بهذه الدقة خليني أخذ من خبرتك برضو سيادة لواء يعني أحد البنود اللي كانت موجودة في البيانة الختامة لمؤتمر وزراء دفاع التحالف الإسلامي هو بند دعا إلى أهمية تأمين دول التحالف ما يلزم من قدرة عسكرية تضمن الحقيقة أضعاف التنظيمات الإرهابية وتفكيكها والقضاء عليها ماذا يعني هذا البند وكيف أيضا يمكن تطبيقه؟ هو طبعا هذا التحالف ظهر في ديسمبر 2015 قبليه في مارس 2015 كانت مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لإنشاء ما يسمى بالقوة العربية المشتركة من جميع الدول في المنطقة والدول العربية علشان هذه القوة ما بتهددش حد وليس ضد أحد ولكنها قوة تحمي ولا تهدد تصون ولا تبدد بتحمي الأمن القومي العربي لكن طبعا إحنا عندنا الأطراف الدولية والدول الغرب وأمريكا هي عايزة هناك مخطط لتفتيت الدول وتدمير الجيوش كيف لهذه الدول أن تتحد بقوة عربية وهي التي تحارب لنفسها وهي التي تقضي على الإرهاب فتم تأجيله بالضغط على بعض الزعماء العرب قالوا نأجل موضوع القوة العربية المشتركة بعد أن كان رؤساء أركان حرب القوات المسلحة للدول المشتركة في هذا التحالف عمل بروتوكول من 11 بند والميزانية بتاعته وكيفية تدريبه ومناطق التمركز بتاعته وبتكون من خط أول وخط تاني واحتياط استراتيجي كل الكلام ده كانت دراسة كاملة على التطبيق جؤن راح الموضوع واقف بضغط من الغرب وأمريكا فظهرت فكرة التحالف الإسلامي التحالف الإسلامي مش المعلومات فقط ده لابد أن يكون هناك تعاون عسكري بين هذه الدول في حالة احتياج دولة طيب بفرد دولة مش محتاجة خلاص لابد أن هناك قوة احتياطية موجودة من الدول اللي هي موجودة في المنطقة زي مصر وزي السعودية وزي الإمارات الدول دي دول قوية عسكريا إحنا عندنا الجيش المصري هو الجيش العاشر على مستوى العالم تبقى لتقرير جلوبال فير باور إحنا عندنا قوة عسكرية قوية علشان الناس بتتكلم لماذا حاملات الطائرات ولماذا الرفال عايز أقول في هذه النقطة إحنا عندنا دول بتفتت وجيوش دمرت أين جيش العراق كان بيحقق التوازن الاستراتيجي بين الدول العربية وإسرائيل انهار الجيش العراقي وكان أول قرار للحاكم الأمريكي بول برايمر في العراق في 2003 أول حاجة أول قرار أول ما يعد على الكرسي بتاعه خد قرار إيه هو حل الجيش العراق هو مش عاوز جيوش ثم الجيش السوري الذي كان يسمى الجيش الأول لأن الجيش الثاني والجيش الثالث الميدانين موجودين في مصر فكان فيه هناك الدول العربية دي كلها كان هناك توازن استراتيجي مع إسرائيل ثم لما فيه دول جيوش بتتضمر لابد أن تكون مصر تعادل هذا التوازن الاستراتيجي بتعزيز القدرات العسكرية لصالحنا تمام ولصالح الأمة العربية لأن هذه القوى العسكرية بتحمل أمن القوم المصري والأمن القومي أخيرا سيادة يعني رئيس وفد مصر بالتحالف الإسلامي اللواء وحيد توفي أكد أن ضعف بعض مؤسسات الدول الوطنية وسقطها أسفر عن فراغ تستغله تلك التنظيمات الإرهابية من أجل أو الميليشيات الطائفية بشكل عام من أجل نشر أفكارها والعنف والإرهاب في هذه الدول كيف يمكن أيضا للتحالف أن يجبر هذا الضعف ويعالج تلك الإشكالية الخطيرة أول حاجة يا فانديم في هذه الكلمة القوية التي ذكرها اللواء توحيد توفيق وكان هو مواصل لوزير الدفاع وبيقول أول حاجة أول كلمة بيقول أن رسالة الإسلام هي السلام ومن هذا المنطلق مش عاوزين يكون هناك رابط بين أي عمليات إرهابية والإسلام دي نمرة واحد نمرة اثنين أنه يجب تكفيف منابع التمويل التي تأتي من الداخل من الخارج وخاصة أن بدأت هذه الجماعات الإرهابية عندما تم تضييق الخناق عليها في التمويل تقوم بعمليات إرهابية على بنوك كما حدث في العريش ثم زراعة المخدرات والإتجار فيها بعد أن تم تضييق ثم تكفيف منابع الفكر ثم التنصيق المعلومات مع الدول الشقيقة والصديقة بالمنظومة العسكرية ثم بالمنظومة المعلوماتية وأيضا ركز على منع انتقال العناصر الإرهابية نحن شايفين إرهاب عابل للحدود نعم نحن عارفين خطوط الانتقال بتاعته علشان كده حملتي التقارات مصرية الموجودة في البحر المتوسط لمنع ذلك وأخيرا تعزيز أمن الخليج لارتباطه المباشر بالأمن القومي المصري شكرا شكرا جزيلا سعادة لواء سعيد بلقائك سيادة لواء أركان حرب محمد الشهاوي المستشار بكلية القادة والأركان شكرا جزيلا لحضرتك يا فدن شكرا يا فدن رام فاصل وبعد الفاصل نتابع مفاوضات جنيف ووفود جديدة ومطالب قديمة اشتركوا في القناة